بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نتدي مع بعض الجزء الثالث من الفصل الثالث لمقرر نظم التشغيل في الجزء ده يا جماعة هنتكلم عن بروسس استيت أو حالات الأعمليات بمعنى إيه حالات الأعمليات نشوف مع بعض كده بنقول إن يا جماعة ممكن نعتبر إن البروسس دوت كائن حي بروسس دي كائن حي لها حالات أثناء دورة حيات بمعنى إيه نشوف مع بعض إيه الحالات اللي بتكون عليها ممكن البروسس تكون نيو جديدة يعني لسه متكونة جديد لسه إيه ها تم إنشاءها فبنسميها يا جماعة ها نيو وإيه كمان وممكن تكون ready جاهزة بمعنى إيه جاهزة ممكن تكون جاهزة للتنفيذ يعني إيه جاهزة إنها تدخل ويحصلها assigned تخصص لمين ها للسي بيو طيب وإيه كمان ممكن تكون running آه لأ خلاص بقى يعني تحت التنفيذ being executed ده شايفنا آه وإيه كمان ممكن تكون waiting منتظرة أو ممكن على كلمة blocked وكلمة منتظرة معنى إيه منتظر حاجة من اللي اتنين عارفهم إيه هم فعلا منتظرة input input أو output تمام وممكن يحصلها يا جماعة terminated تنتهي يعني يحصلها finishing خلاص has finished execution أنهي تنفيذها طب الشكل قدامنا ده بيوضح العمليات ديات وتعال نشوفها مع بعض بيقول له افترض إن في بروسس البروسس دي في أول حياتها بتبقى new created تمام بعد كده بيحصلها تبقى إيه ها ready جاهزة جاهزة بقى لإيه نها تخوض الحياة مش كده آه يعني إيه جاهزة بقى لإيه نها تخوض الحياة مش كده آه يعني إيه جاهزة بقى لإيه نها تخوض الحياة مش كده آه يعني إ جاهزة إنها تخصص لي منها جماعة للسي بيو وأثناء ما هي بتبقى جاهزة ممكن يحصلها حاجة إيه إنها إيه أي وقيا فعلا تاخد دورها وتروح تتنفذ running تتنفذ طيب خلي بدك بقى أثناء التنفيذ ممكن أي حاجة تحصل زي إيه ممكن مثلا يحصلها انترابت تتوقف عن العمل نظرا إنها محتاجة input أو output تخرج أوبط يبقى إذا ممكن يحصلها انترابت في الحالة الانترابت بترجع تاني تبقى إيه ready مظبوط وهكذا ممكن يحصلها ready ويحصلها running ثم ready ثم running وهكذا طيب في أثناء الحكاية دي يا جماعة ممكن يحصلها إيه كمان أثناء ما بتكون running أثناء ما بتكون بتتنفذ ممكن تبقى waiting يعني تنتظر إدخال أو إيها أو إخراق وفي الحالة دي برضو بيحصلها مين ها تبقى ready ماش كده آه طيب إذن إحنا في سلسلة قدامك ممكن تكون ready running ready ممكن running ده وتيرجع تبقى إيه تبقى ready تاني يحصلها انترابت توقف أو يحصلها إيه ها input أو output معي طيب في الآخر خالص يا جماعة اللي بيحصل بتخرج بقى لما بتنتهي خالص بتخرج ويحصلها إيه terminated أو finishing ودي يا جماعة نقدر نقول دورة حياة العملية من بدايتها لغاية مين نهايتها ونلخصها في أنها بتمر بعدد من الحالات new ready running ممكن يحصل لها ويتنج وبعد كده يحصل لها ايه terminated وخلي بالك هذا لا يمنع من ايه جماعة هذا لا يمنع ان ممكن تقيقي بروسس يحصل لها ready running وتخرج على طول exit ما تبقاش لها ويتنج خلاص هي كده هي حظها جي كده مش كده ولا ايه فعلا خرجت على طول وممكن تلاقي بروسس تانية يحصل لها ready running ready running تفضل ماشى بين ال ready والروننج الى ايه وقت معين ثم يحصل لها ايه exit والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة